السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب والساء الخير السبع الخير أينما كنتم رجلنا لكم بفيديو جديد مع راكس ياسين وفي كلام جد مهم ومشريات كلها ويتكلم عن بردو محادثات جدا والإشعاة الكثير ثلاث في أيام الفات فكلام مهم جدا في لعركم نحضره تنبادك ونرجى نعلق معكم يعني فيه تغرير كامل عن موقف أملي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العمين سيدنا محمد قائد القرن المحجلين على آله وصحبه مع التسليم وبعد أخوان الكرام نظر ربنا و万 тран cosplay لمعانا التوفيق نظر ربنا يعني حفظكم ويحفظ ابنائكم وأهلكم وزويكم نظر ربنا ونضر ربنا يسمك أغدام أخواننا في القوات المسلحة ونظر ربنا ينصرهم أخوان الكرام الناس تعملينا شير مشاركة في كل المجموعات رسل الله يبدأ له أي مجموعة صفحة كبيرة بس وزع لنا الله يبدأ لنا نتكلم في قاية الأهمية في بعض النقاط وأنا سعيد كل السعادة نستغيبهكم في هذا اليوم النظارك اليوم الأربع يوم الانتصارات بإذن الله سبحانه وتعالى ويوم البشريات الليلة الحمد لله رب العالمين يمكن وردتنا كثير من البشريات وكثيرا من الحمد لله رب العالمين من الأشياء الجميلة والإشراقات داخل ولاية الخرطوم وخارج ولاية الخرطوم ومن ولاية الجزيرة وعدد كبير جدا من المحاور وردتنا من المصادر المقربة جدا والمصادر القوية جدا بعض الانتصارات وذالي نتحدث عن الوضع الميداني بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إن شاء الله سنتكلم عن المفاوضات بتاع الجدة وما دار فيها بإذن الله وهل كانت في مفاوضات المزألة دي كلها إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل نتمنى الناس يعمل إلينا شير ومشاركة في كل المجموعات خلوا الصفحة دي إن شاء الله الناس إن شاء الله يكونوا حضور بعدد كبير جدا وتتوزع في كل المجموعات وفي كل الصفحات بتاعت هؤلاء الهوانات بإذن الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين اليوم الموقف الميدان يمكن متقدم بصورة كبيرة جدا أخواننا في بري والآن يمكن بري فيها تمشيط كبير جدا على مستوى شوارع بري شارع النيل بالتحديد يمكن فيه تمشيط كبير جدا يمكن فيه موت بصورة غير طبيعية اليوم بالتحديد يمكن الدعامة دير اللي يعني حصدنا منهم المئات وقال اليوم بالتحديد في بري كان يوم صعب جدا عليهم حاولوا بقدر إن كان يقطوا هذه الفضائح والموت الجماعي طبعا بري ذي الناس المفهة منا ومحلية بحري يمكن دير البحر اللي الوحيدة التي تواجد فيها الدقل والماهيرية بالتحديد اللي هم أولاد المصارين البيض دير المتواجدين كلهم في بحري وفي بري والحمد لله رب العالمين يشتغلوا فيهم تمشيط كبير جدا وذل خلاهم الليلة يطلقوا لإشاعة بتاعت التفاوض وإنه حيسلم وتسليم فقط للخروج الآمن ويتكلموا طبعا مع مبارك الفاضل ومبارك الفاضل طبعا عنده بعض المصادر القوية جدا باعتبار إنه هزول عضو في حزب الأمة القومي وباعتبار إنه آل دقلو جزء أساسي من هذا الحزب الهالك لكن الحمد لله رب العالمين إنه طبعا كل الكلام هو عبارة عن شائعات أنا أقول للناس وأصبر الناس إنه الليلة في الموقف الميداني أخوانا على مستوى محلية جبلولية يمكن فيه تمشيط كبير جدا لحد اتجاه الباقير وكلاكلا وقيرو أخوانكم شقالين بشغل نوعي كبير جدا حاولوا يهجموا هؤلاء المتمردين المرتزغة حاولوا يهجموا على سلاح الإشارة والحمد لله رب العالمين تم تكبيدهم خسائر فادحة جدا في الأرواح وفي العتاد واستلمنا منهم سبع عربات إنكين بعتاد تم استلام تماما عدد كبير جدا حاولوا إنه يدخلوا ولاية الجزيرة دارين يتخارجوا بقدر الإمكان لكن الحمد لله رب العالمين ونحن كلبناهم إنكين في بعض اللايفات ورينهم إنه الشارع دا استوحش والناس استوحشوا والشعب السوداني ثاني بيقى ما بخاف والمناطق دي بيقوا ثاني الناس ما بيشردوا من بيوتهم هن في الجزيرة اليوم التحية في المناقل وهن في شرق الجزيرة في الكاملين وقيرو الشارع دا استوحش ثاني زول بيطلع من بيته مافي ولا زول يشرد مافي ولا زول عشان هن يفتكروا نفسهم منه يستلموا منطق بين المناطق ويتوزعوا فيها ويحاولوا بقدر إمكاني أن يشتتهم جهود الناس في المنطقة القريبة للخرطوم لكن المزال آ slowed خلاصا هم كتمت فيهم عشان كذا الحمد لله رب العالمين تم استلامهم من ولياة الجزيرة وتم تدمير عشر عربات ليهم الحمد لله رب العالمين واستلمنا كل الناس اللي كانوا موجودين على مستوى المناطق القريبة للجزيرة إذا كانوا في الكاملين ولا في المناقل الحمد لله رب العالمين تم تدميرهم في غرية الكاليك كانوا ممكن ذكرت على الناس لكن غرية الكاليك الحمد لله رب العالمين تم تدميرهم تماما وتم استلامهم الليلة في بري طبعا فيه شغل نوعي جدا وشغل متقدم من أخوانكم في العمليات الخاصة يمكن قتلوا عدد كبير جدا من الدعامة واستلموا منهم عدد كبير جدا من القناصة والحمد لله رب العالمين الآن هم مضروبين 6 صفر في كل المحاور بدأت الغتال خاصة في درمانات في قيرو طبعا التوتل ده كله أنا بعدين لأنه حسب الزاكرة ما تستحضر المناطق كلها على مستوى الأحيات تم دحر هؤلاء المتمردين فيها لكن حنزلها للناس كلهم في توتل بعدين بإذن الله سبحانه وتعالى بكل المناطق عندنا نشرة يومية إن شاء الله ساعة عشر احداشر أنا بحاول بجمعها من المصادر بعد ذلك بقوم برسلها للناس على مستوى الصفحة الناس بيعرفوا أنه الناس تم دحرهم فيها تمنطقة بالتحديد وفيها تحي وفيها تبيت كل المزألة إن شاء الله حنزلها للناس الموقف بتاع التفاوض طبعا كثير من الناس يمكن في الميديا أنتشر عدد كبير جدا من حتى الصحفيين الكبار حاولوا إنه يخوضوا في المزألة دي طبعا مزألة تعالى الشائعة فقط الشائعة مطلعينها الدعامة ومطلعينها هؤلاء الهوانات إنه هيخرجوا من الخروج آمن من الخرطوم لكن شرطهم الوحيد إنه تكون في قوات أممية تحفظ لهم الخروج الآمن وتحفظ لهم حقوقهم ويقدروا يطلعوا من بيوت الناس ويطلعوا من المستشويات والمزألة هي طبعا ما صحيحة كذب ما في كلام زيدة ما في إنه وده كله كلام بتاع قحاتة لأنه الأمنيات دي أمنيات القحاتة دي أمنيات ياسر عرمان ودي أمنيات خالد سيليك وأمنيات كل القحاتة السجمالين الآن الموجودين في كينيا والموجودين في دول العداء والدول بتاعة الشرط هم أمنيتنا الوحيدة إنه يدخلوا البند السابع ويدخلوا الأمم المتحدة داخل السودان عشان كده داري يطلعوا الكبسولة دي للشعب السوداني إنه الشعب السوداني هل برضب الأمم المتحدة دخول القوات الأممية ولا ما يقبلوا حاولوا بقدر إن كانوا فكوا الكبسولة دي في الفيسبوك للناس وإنه الدعامة دي حيقرجوا من بيوت الناس لكن شرطهم إنه يكون في أمم المتحدة موجودة تحرسهم على مستوى السودان المزألة طبعا ما صحيحة وفد السودان ذاته لحد الآن ما قاعد ولا اجتمعوا ولا في كلام زيدة ما في كلام زيدة ما في في بل بس بل في الميدان الناس دي للآن مضروبين 6-0 ما في أي صيد سمين استلموه حاولوا بقدر إمكان خلوا طبعا الفيديوهات وخلوا التصوير المباشر إنه يرسلوا للناس إنه إنه إحنا استلمنا فلان الفلان وهو جيبناه لأنه تاني ما في لهم طريقة عشان كده بدوا يرسل البوستات عبر بيت الجنيد ومعارف منه وصفحات كده حقات نسوان وصفحاتهم الآن الضعيفة بيقوا يرسلوا إنه إنه إحنا استلمنا صيد سمين على مستوى الشجرة واستلمنا صيد سمين على مستوين معارفة للسلاحة الإشارة كله كده بساء الناس دي لندقوا 6-0 تمينا تدمير قواتهم وعتادهم كلها الحمد لله رب العالمين استلمنا كل المنصات بتاعت المسيرات بتاعاتهم الناس استلموها تماما أخواتهم في القوات المسلحة القوات المسلحة الآن الناس اتدخلوا الخرطوم يتجاوزوا الحمد لله رب العالمين يتجاوزوا الـ 25 ألف أو 26 ألف من القوات المتمرسة جدا على حرب المدن والحمد لله رب العالمين وتم تدريب تدريب عالي جدا على حرب المدن والآن داخل بري وداخل بحري وداخل الآن في جبل أولية والحمد لله رب العالمين انتشار كسيف جدا لكل القوات بتاعاتكم إذا كان قوات خاصة أو قوات بتاعة الجيش أو قوات بتاعة كتايب موجودة إسناد على مستوى الخرطوم الآن منتشرين بصورة كبيرة جدا على مستوى الأحياء زالوا كثير جدا من الارتكازات طبعا الارتكاز يكون فيه ثلاثة فيه أربع عنفار مع عدد مناطق محددة جدا يتجول فيها بغالة الصراج ومعه عدد من الجنود فيه الدلبشير وقيره طبعا بعد ما تم استلامه بعد ذلك الناس رجعوا منه يخلوهم هم ديل تاني قاعدوا فيه الآن هم استلمنوا ناس الكبري بتاعة البشير يتكلم عنه بغالة الصراج وإنكين قد تكون زاتا في فيديوهات قديمة أنا أفتكر إنه عدد كبير جدا من الكبار الآن في كبري الحالفاية وكبري شمبات اللي طبعا تم ردمهم في كبري شمبات بصورة مباشرة ردم إنكين موت حاجة ما طبيعية الحمد لله رب العالمين والإحصاءات كلها حدين بعدين العدد بتاع الموت الناس ديل تجاوزوا السبعمية في الموت عددهم الآن الموجودين كما بيتجاوز الالف وخمسمية الموجودين على مستوى القرطوم وانتشارهم يشوفيتو كسيف ده على مستوى القرطوم ديل بتجولوا فقط داخل الأحياء وبيتجولوا فقط في بعض المناطق الآمنة بالنسبة لهم وهم عدد بسيط جدا الناس دي الآن الحمد لله رب العالمين أمس أنا وعدت الناس قلت لكم الناس الجايين من البدعين الكائن في الاحتياط المركزي وسلم ونفسهم اللي هم ناسهم هم وجابوهم في الدعاية إنه ديل الاحتياط المركز وسلم ونفسهم الحمد لله رب العالمين تم جغمهم كلهم كلهم جوا طبعا إن كان زي عشرة دفارات الحمد لله رب العالمين تم قتلهم جميعا كلهم في غرب غرب جبرة الشيخ الآن الخرطوم دي طبعا الناس بيستقروا إنه ليه المدرمان فاتحة من القرب وليه الخرطوم طبعا المزألة دي كلها بيقى تاني ما فاتحة مقفلة تماما الناس دي قعفلنا على طرشة ما في زول بيقدر بيجي بيدخل المدرمان دي لا من غرب المدرمان ولا شرق المدرمان ولا شمال المدرمان ولا جنوبا ما في زول من الدعم السريع يجي يدخل مهما كان الناس يمكن حصار كامل فارضلنوا الآن على الدعم السريع والناس دي الان انتهوا واتهاء خلاص بعد ذاتها لكو بيقوا في عد هذا الموتى والسؤال اللي بيفرض نفسه والقاعدين دايما بيحرجهم سؤال إنه وين حميته قاعدين يزألهم طوالي من السؤال ده لأنه مسألة محرجة جدا بالنسبة لهم وهم الحمد لله رب العالمين الآن عدد كبير جدا بدأ يشتبك مع بعض إنه عرفوا تماما إنه الزول ده تاني ما حيرجع لهم وعرفوا تماما إنه حتى من المصدر اللي قناصة تضربوا والناس عرفوا تماما إنه الزول ده بيقوا من عد هذا الموتى بيقوا يطلعوا الإشاعات إنه عبد الرحيم دقلو قاعد في تشاد وتلاقى مع المعارف الرئيس الرئيس الكيني وزير الخارجية المعوس الكيني الموجود على مستوى تشاد ولاقى معارف منه كله كيزب ساكل عبد الرحيم دقلو شبعان موت ولاقى زول في تشاد وذي طبعا مسألة كلها بيطلقوا هؤلاء الهوانات في قوة الحرية التغيير إنه عبد الرحيم دقلو موجود والآن يقول لك ما عارف مشى ليبيا وطلع معارف من ليبيا كلام كله طبعا نحيو جساكل عبد الرحيم دقلو ما موجود ولا عنده علاقة اللقاءات اللي بيقول لهم باعتبارها بطرق سرية ما يتزول خلاص ما ركتم من وقع الاغتال لو فعلا أنت موجود وحيا الآن مفروض يكون فيه تصوير كامل ويكون فيه يعني يرسلوا إن شاء الله فيديو وبتحداهم في ذلك وبتحدى الدعم السريع وبتحدى الهوانات من قوة الحرية التغيير وبتحدى أي زول آآ يمكن يتكلم عن هؤلاء الهوانات وقياداتهم يقول يصورهم الآن يوسف عزة دا يمكن الزول الأول المسؤول من الدعم السريع وهو الزول الوحيد الآن الناطق الرسمي باسم الدعم السريع والزول المستشار اللي حميتي المباشر قاعد يطلع في كثير من القنوات وانحنا نزبط إنه حي وموجود فعلا وقاعد يتكلم في الغنوات ويتكلم في غنات الجزيرة وقنوات العربية وغيره الزول الاسم عبدالله بتاع الدليفري دا قاعد يطلع طوال ويتكلم وده المستشار حقهم لنعرف إنه محمود الدحمد الآن مستشار حميتي موجود وحي ويتكلم آآ حسب عبدالرحمان الكنايب رئيس الجمهورية مستشار حميتي موجود الآن بيتكلم لكن أي كلام قاعدين يقولون ناس مبارك الفاضي الناس مريم الصادق المعارضين كلهم آآ لهؤلاء للقوات المسلحة أنا أفتكر إنه آآ كله كلام حجة ساكت ما في عبدالرحم دقل وما موجود أصلا آآ التصريحات طبعا تصريحات سايبة مبارك الفاضي لأنه زول رغم وزول قيادي وزول الناس كلهم بعرفوه الشعب السوداني كله بعرفوه صفحة عامة وصفحة كبيرة جدا بيصرح بعض التصريحات كده مرات للناس بتشير فهم عشان كده يا أخوان الوفد بتاع جده الآن ما في اجتماع ما في إلى حد الآن مقعدوا ولا اجتمعوا ولا بطريقة مباشرة ولا طريقة غير مباشرة ولا المنصة بتاع الجده أعلنت ذلك ولا رسلوا الكلام ده لأنه دي منصة بتاع التفاوض كبيرة جدا بتتناول كل القنوات في كل العالم كل العالم الغنوات بتتناوله وكل الصحب بتتناوله لأنه دين كنت تفاوض حساس جدا أي زول بيكون عارفو بيرسروا بصورة رسمية من جده الناس كلهم بيشاهدوه على مستوى التلفاز وبيشاهدوه على مستوى حتى الجلسة ذاتها بجواء أنه الناس ذيلي هم ذيلي موجودين وقاعدين وتم بعد ذاك التفاوض على حاجة محددة بعد ذاك الناس أنه بتفاوض غير شروط أنه يطلعوا من دون شروط من بيوت الناس ومن المستشفيات بعد ذاك يضمنوا لهم خروج آمن طلع مبارك الفاضل وقال أنه الهدف من المفاوضات الآن الجارية أنه الناس ذيلي ما عندهم تاني حاجة وجود في الخرطوم لكن مسألة كلها طبعا حجة ساكت حجة والدنمير المسألة ذي لحد الآن ما تم على الاتفاق وأنه شرطنا واحد فقط أنه الناس ذيلي يطلعوا من بيوت الناس ويطلعوا من المستشفيات بصورة مباشرة بدون أي شروط ما عندهم أي حواكير يدوها لهم ولا عندهم وزارات عشان يدوها لهم ولا حيقعدوا في جلسة بتاع التفاوض ولا حتى مع قوى الحرية التغيير الآن الموجودين على مستوى كينيا ما في زلح يقعد معهم من القوات المسلحة إلا بيتوسع شاملة تشمل كل التنظيمات السياسية يسارية ويمينية يقعدوا براهم مع بعض يقعدوا في كينيا يقعدوا في أمريكا يقعدوا في أي محل بعد ذاك التفاوض بكون محروس دوليا برسلوا للقوات المسلحة بعد ذاك الناس بيشوفوه بينظروا إليه إنه إذا كانت كل التنظيمات لأنه التنظيمات السياسية معروفة في السودان عدد كم ومعروفين الممثلين للتنظيمات السياسية منه والمعروف ذاته رئيس التنظيم السياسي منه في السودان لو مقعدوا كلهم واتفقوا مع بعض على خارطة الطريق واضحة والخارطة ذاتها تكون فترة الانتقالية ما تتجاوز الستة شهر أو تتجاوز السنة باتفاق منهم كلهم التنظيمات السياسية تمشي وتلجأ لقواعدها وتقعد مع قواعدها في تنظيم وترتيب الانتخابات التي تقوم غير كده ما في أي لوم وسيلة لأي حكومة الآن موجودة على مستوى السودان حكومة الآن عسكرية الجيش السوداني الشعب السوداني منفوض كل الجيش السوداني الآن هو بدير الحكومة الآن الموجودة ما في أي طريقة لأي تنظيم سياسي ولا قوة مدنية تجد قلدات تسرق المشهد ولا تقعد في أي تفاوض ولا يكونوا هم جزء من التفاوض بتاع جده التفاوض بتاع جده لهدن بتاعة مساعدات إنسانية تصل للناس إنك لو كان لابد منها لابد منها إنه تصل للناس والحمد لله الآن بقيت في طرق كثيرة جدا فاتحة للناس ليطرق آمنة يوصلوا للناس المساعدات فيها يعني ما محتاجين للدعم السريع ما لمعاوه تفاوض أصلا عشان يديوهم فرصة بتاعة إنه يدخلوا للناس المساعدات ولا غيره الناس دين الآن اندقوا 6-0 الآن إنك ماتوا بيصورة كبيرة جدا على مستوى الخرطوم من درمان الناس دين الآن فقدوا البوصلة وفقدوا الآن لحد الآن المعين وفقدوا الزهولة القايد بتاعهم وفقدوا حتى الضرب بتاع النار بيقى ضرب عشوائي جدا الآن ما عندهم هدف محدد أهدافهم كلها الحمد لله رب العالمين تم نسؤالهم أهدافهم وأحلامهم وأمالهم كلها كانوا بيتطلعوا له إنه استلام السلطة واستلام البرهان من البدروم واستلام القيادة العامة وحصار القيادة العامة كله طلع كذب ساكي تنازل الآن ما عندهم أي وجود على أرض الواقع والكلام ده نحن قلنا لهم قلنا لهم يا أخوان الكذب الكثير ما بيخلق لكم انتصارات على أرض الواقع الكذب الكثير انه نحن عندنا متحركات داخلها متحرك عجل لاقا متحرك معارف مرفعين جاق غاموخوه متحرك بتاعين البرهان متحرك معارف دبيب قبض جرادين المتحركات كلها كانوا بقولوها طبعا كلها طلعت كزيب اخر متحرك كان قالو بتاع الاحتياط المركز الميتيري سبعين نفر الحمد لله رب العالمين قبل ما يصل الخرطوم تم جغمهم في الطريق ما يقدروا يصلوا تاني الحمد لله رب العالمين بل عتاد والحرب الدخل للقوات المسلحة والدانات الدخل الجديدة والكل الهاون الدخل معدل الدخل الجديد والمناظر المنظر الليلي الدخل لاخواننا في القوات المسلحة والمسيرات من البروقدار وقيرة من المسيرات والاسلحة الجديدة كلها الداخل لاخواننا في القوات المسلحة خلتهم انه يتراجعوا بصورة كبيرة جدا هؤلاء المتمردين وخلت اموتهم بصورة كبيرة جدا بموت جماعي على مستوى الشواري وعلى مستوى الارتكازات وعلى مستوى بحري وعلى مستوى بري الكلام ده نحن بنقوله والآن التلفونات فاتحة الناس طوالي عشان ما يمشوا الناس يحاولوا بيقتل إمكانوا وحدين يشيطنوا الصفحة يقول لك يا أخي انت بتديننا كلام يمكن يكون مواقعي الناس نحن اي كلام قلنا لكم هنا اتصل الخرطوم اتصل داخل بري اتصل بحري قل لهم يا أخواننا الآن المنتشرين الجيش والدعم السريع اتصل في كافوري ازأل ناس كافوري كافوري طبعا قضعين مننا النت لكن ازأل في كافوري يقول لهم الآن المنتشرين على مستوى الكافوري الجيش والمتمردين المتمردين الآن متلبدين داخل البيوت متلبدين الآن ما قادرين حتى يعملوا ما عندهم اي هجوم عشان يعملوه على اي منطقة من المناطق حاول يصلعوا لهم الليلة هجوم مصطنع لسلاح الإشارة وتم دقهم فيه وتم استلام سبع عربات يعني الناس الهاجموا سلاح الإشارة ذاتهم ما بيتجاوزوا الخمسطار العربية الخمسطار العربية دي العربات مواطنين فقط يعني احنا بعد نقول استلمنا منهم عتادهم وعرباتهم العربات اللي استلمناها ذاتها عربات بتاعة مواطنين ما عربات بتاعة عربية الناس دي بدوا يتخارجوا الآن على مستوى بحري اللي هم الماهيرية بدوا يتخارجوا خلاص عرفوا تماما ان المودة جاوهم في جسيمهم لانه زمان بحري كانت آمنة جدا وكانوا مؤمنينهم بالغناصة ومؤمنين بصورة كبيرة جدا بين ناسهم المتكذين واعدادهم الكبيرة المهولة داخل البيوت وداخل السكرات بتاعة الناس لكن الان طبعا بري فيها تنشيط كبير جدا من اخواننا في القوات المسلحة ومن الناس العمل النوعي والكتائب الحمد لله رب العالمين كلهم اجتاوهم محلية بري بصورة كبيرة جدا محلية بحري الان يمكن يعني بعد يومين فقط الناس تسمع البشريات وتسمع بإذن الله شبحانه وتعالى النصر المحقق على ارض الواقع من اخوانكم في القوات المسلحة والاحياء اللي قد آمنة تماما الان نحصر في عدد بسيط جدا من الاحياء انكنا القرطوم فيها قرابة الكمو وتزعين حي او قيرو الحمد لله رب العالمين الان الناس دي بسبعين في المية انكنا الاحياء الان في يد القوات المسلحة سبعين في المية مع عدد تلاتين في المية فقط متواجدين عدد اتنين تلاتة اربعة خمسة انفار موجودين على مستوى البيوت كل بيت انكنا فيه نفرين ولا تلاتة حسب انتشارهم الالف وتمنمية وحاجة قلت عليكم دي انه منتشرين على مستوى البيوت موجودين في الجريف شرك في الكدر في انك مناطق محددة جدا هم موجودين فيها الان واخوانكم الان شغالين فيهم طوشيط بصورة كبيرة جدا باستعانة كبيرة جدا من الناس الوطنيين القلص من المدنيين قاعدين يرفعوا البلاغات لاخواننا في الاستخبارات العسكرية وقاعدين نرسل لنا احنا البلاغات في الصفحة قاعدين نرسل لاخواننا على مستوى الاستخبارات والحمد لله رب العالمين قاعدين يدعملوا مع كل الأهداف البرسلوية الناس على مستوى الخرطوم الناس دي الآن بيصورة كبيرة جدا انحسروا بدت في مشاكل بيناتهم هم كدعم سريع الآن بين انه انحنا دارين نتخارج وانحنا ما دارين كتال وانحنا انحنا دارين بيقدر امكاننا نتخارج وفقط بيقى حتى الدليل بتاعهم الناس المجتمعين ذاتهم الآن على مستوى تفاوض جدة ديل امكن ما عندهم اليد ولا عندهم القدرة عشان يوقفوا الآن الشغل القاعد يدير في القرطوم لانه ما عندهم علوم سلطة الناس الآن موجودين في القرطوم ديل قيادتهم فقط كانت بتدبع لدقلو اهل دقلو والحمد لله اهل دقلو كلهم الآن في خبركانه والآن كلهم في دنيا زائل وزائل نعيم كي بما فيهم عحمدتي بما فيهم عبد الرحيم عبد الرحيم دقلو بكلام ده انا بقوله لكم بكل اكيدة ما في زول يقدر يأكد لا مبارك الفاضيل ولا قيرو اي زول قاعد يتكلم عن انه عبد الرحيم دقلو هرب ليلتشاد انا بفتكر انه زول ما عنده علاقة بالعمل السياسي ولا بالعمل الامني ولا عنده مصدر موسوق عشان يقدر يجيبه للناس لانه عبد الرحيم دقلو لو فعلا هو موجود الآن في التشاد اول بيان بيطلع واي اول كلام بيطلع بيكون فيديو مباشر مع اي جلسة من الجلسات بيتم على مستوى التشاد ولا على مستوى ليبيا بتكون موجودة وهذه موسقة والناس كلهم بيطلع بيطمين الجنود الآن الموجودين على مستوى الخرطوم لكن قياداتهم ديل كلهم هلكوا تماما عشان كده ما يقدروا يطمينهم ولا يقدروا يطلعوا لهم في لايفات مباشرة ولا يقدروا ده السؤال اللي بيفرض نفسه وهم حسب كلامهم هون وتأكيدهم على إنه حميدتي موجود حي وعبد الرحيم موجود حي أنا أفتكر إنه ده التساؤل بيسألوا الشعب السوداني عامة وبيسألوا المواطنين عامة وين الناس ديل مدام حيين يطلعوا لايف يطلعوا فيديو يطلعوا أي حاجة إذبتوا على الناس حتى القنوات كل الناس اللي كانوا زمان بيدعموهم بصورة كبيرة جدا بدأت تشك في كلامهم بيقول كلهم وين عبد الرحيم دقل وين حميدتي الكلام ده بيسألوا الناس محمد طاها أحمد طاها المصري والناس الموجودين على مستوى غنات الجزيرة والعربية بيسألوا أسئلة مباشرة وين قياداتكم وين ناسكم ديلة الآن قياداتكم الميدانية وقياداتكم السياسية وين ما موجودين عشان والله يسي لك التهي والتغطير يا كلام تقول لك طيب لكن فيها جانا ما قاعد نفهم يا خوان الشروط البرحان قالوا نازل يطلعوا من البيوت ومن الأحياء ومن المعطسات الاسكرية يطلعوا يستسلموا ولا يطلعوا يمشوا وين نازل ما ما في أي مفرر يطلعوا يطلعوا يمشوا دارفور فمفترد نازل يقولوا يطلعوا عندما يتسلموا أنه الشرط الاخير يستسلموا بس يرفعوا يطلعوا يطلعوا ديلة مسترجموا لكيدا لأنه الليلة نازل إذا طلعوا من المناطق الهمزة قروا هل هرى ينتهي هرب ما ينتهي لأنه لأنه هناك بلد يغلين كمان في محتلة بعادية وفي ناز بقولوا نازل داك بلد يرجو يا خان بقولوا داك بلد يرجو يا خان نازل ما بلد داك ديل أجانب تباركم شايفين فبر هنا هنا بقالومة منطقة نازل إذا نفذ شروطهم دا وحراب مبتقيف إلا جنجو ديندهو أما مفاوط من برجمة إشاءة تطلعون إشاءة كثيرة مرة واحدة يتطلع إشاءة بجانب القوات المصالحة إنه قل إشاءة لأفق بقول القوات المصالح إنه قلت طلب من دعما السري أن تسمح لهم يسيلوا الجرحة القادة في القيادة يودي عالجوا ودعما السري طلب إنه يعملين المخروج آمن إنه يطلعوا من القرطوم إنه قلت إشاءات تطلعوا وهم يعملوا الزعزع في فيديو تاني شفت أنه لم أرباط المصالحة كثيرة قالوا أي مواطن إذا إنسارك منه أربع يجنينما قلت قبضنا المتفلتين ورجعون أرباط هم بحاول بسرقوا وعشان يرجعوا وهم يداري خموا الناس تقول هو مفارقة صعي، أنتم هراميو أرباطكم وحسي كان تغاتلوا في القرطوم فإذا رجعتوا ما رجعتوا ما هذا فرق فإنتوا لازم تنتهوا، نازل لازم ينتهوا بس ما فأي حالتاني غير كدا شكرا